صار واضحا عندنا هناك في القرآن رموز وهذه الرموز تدور مدار قطب القرآن وقطب القرآن مثل ما بين لنا إمامنا الصادق ولاية علي ولاية علي وآل علي هي قطب القرآن هي الحقيقة الكاملة التي تدور حقائق القرآن حولها الرموز التي ذكرتها الرواية في الكاف الشريف في معنى السلام على رسول الله الأرض المباركة الحرم الآمن البيت المعمور السقف المرفوع هذه رموز القرآن ورموز ثقافة العترة الطاهرة أضرب لكم أمثلة من رموز القرآن إنها سورة الطور بعد البسملة من الآية الأولى وما بعدها والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور هذه العناوين هذه العناوين رموز إشارات لها دلالاتها العميقة بعض منها جاء في الرواية البيت المعمور الرواية أشارت إليه السقف المرفوع الرواية أشارت إليه والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أنا لست بصدد الحديث عن مضامين هذه الرموز إنما هي أمثلة أضربها لكم كي أصل معكم إلى جواب السؤال الذي طرحته في أول الحلقة فيما يرتبط بصورة نستطيع أن نتصورها عن وجود سيد الشهداء ووجود المهديين الاثني عشر في زمن الرجعة الكبرى وهذا الكلام ينطبق على وجود أئمتنا صلوات الله عليهم من غير الحسيني زمن الرجعة الكبرى وعلى وجود سائر الأنبياء الموضوع واسع ومفصل مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين لرجب البورسي طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والستين بعد المئة في خطبة من خطب أمير المؤمنين الافتخارية هناك مجموعة من الخطب نقلتها لنا كتب الحديث هي خطب افتخارية في هذه الخطبة أمير المؤمنين يقول أنا إمام الأبرار أنا البيت المعمور أنا السقف المرفوع أنا البحر المسجور أنا باطن الحرم إلى بقية كلامه صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون هذه المضامين وهذه العناوين وهذه الرموس منها ما جاء مذكورا في رواية الكافي ومنها ما جاء مذكورا في سورة الطور أنا البيت المعمور فهذا جاء مذكورا في سورة الطور وجاء مذكورا في رواية الكافي التي تتحدث عن معنى السلام على رسول الله أنا السقف المرفوع وهذا أيضا جاء مذكورا في السورة وفي الرواية نفسها أنا البحر المسجور هذا جاء مذكورا في سورة الطور ولم يأتي مذكورا في رواية الكافي في خطبة أخرى من خطب أمير المؤمنين إنني أقرأ عليكم من الصفحة الحادية والسبعين بعد المئة الإمام يقول أنا الطور أنا الكتاب المسطور أنا البحر المسجور أنا البيت المعمور هذه العناوين هي هي عنوين سورة الطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إذا جمعنا بين الرموز في هذه الخطبة وبين الرموز في الخطبة السابقة فإن العناوين بأجمعها قد ذكرت في كلام أمير المؤمنين وهو يتحدث عن نفسه أنا أنا فهنا قال أنا البيت المعمور أنا السقف المرفوع أنا البحر المسجور وهنا قال أنا الطور أنا الكتاب المسطور أنا البحر المسجور أنا البيت المعمور هذه العناوين وهذه الرموز في سورة الطور بأجمعها تشير إلى عليا سيأتينا الكلام بالتدريج حتى تتضح الصورة وهذه العناوين أيضا تشير إلى جهات مملكة الرجعة الكبرى وهناك ممازجة فيما بين علي وبين جهات مملكة الرجعة الكبرى سيتضح هذا الموضوع ولكن استبروا علي حتى تحيط علما ببقية المعطيات ومن جملة الرموز في الكتاب الكريم ما جاء في سورة التين والتين والزيتون إنها الآية الأولى بعد البسملة وما بعدها والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين هذه العناوين رموز ماذا نقرأ في دلالة هذه الرموز معاني الأخبار للصدوق وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثالثة والثمانين بعد الأربع مئة الحديث الأول في معنى التين والزيتون بسنده عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه عن آبائه الأطهار عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تبارك وتعالى اختار من البلدان أربعة فقال عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين التين المدينة والزيتون بيت المقدس وطور السينين الكوفة وهذا البلد الأمين مكة هذه رموز وليس الحديث في الآيات ولا في الرواية عن الجغرافيا فقط هناك ارتباط بين الأرض وساكنها مثل ما هناك ارتباط بين الدنيا وأبنائها مثل ما هناك ارتباط بين الزمان وأبنائه هذا وجه من الوجوه مجرا من المجاري فالقرآن يجري مجر الشمس والقمر في تفسير القمو وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والخمسين بعد السبعمائة ما نقله القمي في تفسير هذه الرموز عن أحاديث العترة الطاهرة صلوات الله عليها التين رسول الله صلى الله عليه وآله والزيتون أمير المؤمنين وطور السنين الحسن والحسين والبلد الأمين الأئمة نقرأ في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة وهذا هو الجزء الثاني للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي وهو من أعلام القرن العاشر الهجري وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في الصفحة الرابعة بعد العاشرة بعد الثمانمئة الحديث عن محمد بن الفضيل عن إمامنا الرضا محمد بن الفضيل قال قلت لأبي الحسن الرضا صلوات الله عليه أخبرني عن قول الله عز وجل والتين والزيتون إلى آخر السورة فقال التين والزيتون الحسن والحسين قلت وطور السينين قال ليس هو هكذا يقرأ طور السينين ولكنه طور سيناء قال فقلت وطور سيناء فقال نعم هو أمير المؤمنين قلت وهذا البلد الأمين قال هو رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة هناك مثال آخر إنها سورة سبا الآية الثامنة بعد العاشرة بعد البسملة في سياق الآيات التي تتحدث عن قوم سبع أذهب إلى موطن الحاجة من الجهة التي أريد الحديث عنها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين هذه رموز القرى المباركة والقرى الظاهرة رموز القرآن نزل على العبارة والإشارة إذا كنا نتحدث عن العبارة فإن الرواية رواية قوم سبع ولكننا نتحدث هنا عن الرموز والإشارة في المصدر نفسه في الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة في صفحة الثانية والسبعين بعد الأربعمائة إنه الحديث الثاني بسنده عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه دخل الحسن البصري الشخصية المعروفة دخل الحسن البصري على محمد بن علي إنه الباقر صلوات الله عليه فقال له الباقر يقول للحسن البصري وهو من أعداء العترة الطاهرة فقال له يا أخى أهل البصرة بلغني أنك فسرت آية من كتاب الله على غير ما أنزلت فإن كنت فعلت فقد هلكت واستهلكت واستهلكت أي كنت سببا في هلاك الذين يأخذون منك فقال وما هي جعلت في ذاك قال قول الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين ويحك كيف يجعل الله لقوم أمانا ومتاعهم يسرق بمكة والمدينة وما بينهما لأن النواصب وهذا ناصبي يفسرون الآية في أرض مكة والمدينة من أنها أرض أمان لأن الآية هكذا قالت وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين من أكثر البقاع في الأرض سرقة هي هذه البقاع في الماضي وفي الحاضر في الماضي وفي الحاضر ويحك كيف يجعل الله لقوم أمانا يقول لهم أنتم آمنون ومتاعهم يسرق بمكة والمدينة وما بينهما وربما أخذ عبد أو قتل عبد يعني إنسانا وربما أخذ عبد أو قتل وفاتت نفسه ثم مكث مليا ثم أومأ بيده إلى صدره وقال نحن القرى التي بارك الله فيها فقال الحسن البصري جعلت في ذاك أوجدت هذا في كتاب الله أن القرى رجال هل يوجد ما يدل على ما تقول قال نعم قول الله عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فمن العاتي على الله عز وجل وكأي من قرية عتت الحيطان أم البيوت أم الرجال فقال الرجال ثم قال جعلت في ذاك زدني قال قوله عز وجل في سورة يوسف واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها لمن أمروه أن يسأل القرية والعير أم الرجال واسأل القرية التي كنا فيها والعير العير هي الإبل التي تتشكل منها القافلة فالعير الإبل فهل السؤال يوجه للقرية أم أنه يوجه لأهل القرية للرجال القرآن قرآنه والحديث حديثهم والمعرفة معرفتهم والدين دينهم فقال جعلت في داك فأخبرني عن القرى الظاهرة قال قالهم شيعتنا يعني العلماء منهم من أمثال سلمان المحمدي من أمثال جابر الجعفي الآية لا تتحدث عن هذه الحثالات التي يقال عنها علماء هؤلاء حثالات فقال جعلت في داك فأخبرني عن القرى الظاهرة قالهم شيعتنا يعني العلماء منهم أما قوله تعالى سيروا فيها ليالي وأيام آمنين عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه آمنين من الزيخ أي فيما يقتبسونه منهم من علماء الشيعة من العلم في الدنيا والدين الآيات هكذا تقول وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها القرى التي باركنا فيها محمد وآل محمد وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير إنه السير السعي في تحصيل المعرفة والعلم من هؤلاء العلماء وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام آمنين هذا هذا هو دين العترة ماذا قالت الشيعة فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا ذهبوا يبحثون في جهات أخرى بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث هذا هو واقع الشيعة ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور من هو هذا الصبار الشكور الرواية عن جابر بن يزيد عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال صبار على مودتنا وعلى ما نزل به من شدة أو رخاء صبور على الأذى فينا شكور لله على ولايتنا أهل البيت هذا هو قرآنهم وهذا هو تفسيرهم وهذا هو معنى أن ولاية علي وآل علي هي قطب القرآن في حقائق القرآن في رموزه وهذا هو الذي ينكره السفلة من آيات الشيطان العظمى ينكرون هذه الحقائق يضعفون الروايات والأحاديث بحسب قذارات علم القنادر علم الرجال هذه هي حقائق دين العترة الطاهرة وهذه الرموز تشير إلى عصر الرجعة العظيمة هذه الرموز في أعماقها تشير إلى عصر الرجعة العظيمة لماذا؟ لأن حقيقة الدين ستتجلى في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى نذهب إلى فاصل في غيمة الطوسي لمحمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 219 هذا توقيع توقيع من توقيعات الناحية المقدسة محمد ابن صالح الهمداني يقول كتبت إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه الكلام في زمان الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى إن أهل بيتي يؤذوني ويقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك عليهم السلام أنهم قالوا خدامنا وقوامنا شرار خلق الله هذا الكلام له حيثية له دلالة أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة وإنما أذهب إلى حاجتي في هذا التوقيع فكتب ويحكم هذا الذي كتبه صاحب الأمر ويحكم ما تقرؤون ما قال الله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا باركنا فيها قرى ظاهرة فنحن والله صاحب الأمر هكذا يقول فنحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم أنتم خدامنا وأنتم علماء الشيعة وأنتم القرى الظاهرة إن أهل بيتي هكذا كتب محمد بن صالح الهمداني إن أهل بيتي يؤذوني ويقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك عليهم السلام أنهم قالوا خدامنا وقوامنا شرار خلق لا فكتب صاحب الأمر ويحكم ما تقرؤون ما قال الله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فنحن والله القرى التي بارك الله فيها وأنتم القرى الظاهرة الكتاب الكريم مشحون بمثل هذه الرموز فما جاء في سورة الطور والطور وكتاب مصطور إلى بقية الرموز وما جاء في سورة التين والتين والزيتون إلى بقية الرموز وما جاء في سورة سبع حيث جاء الكلام عن القرى المباركة وعن القرى الظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وعيام آمنين إنه الأمان من الزيخ والأمان من الضلال وليس هو الحديث عن الأمان بخصوص أن نحافظ على أموالنا وأن نحافظ على ممتلكاتنا أو أن نحافظ على أنفسنا حينما نكون في مكة والمدينة السرقة والمخاطر ولطالما كانوا يقطعون الطريق على الحجاج عبر التأريخ ويقطعون الطريق على الحجاج ما بين مكة والمدينة ولطالما سفكت الدماء في المدينة نفسها وفي مكة نفسها ألم يضرب البيت بالمنجنيق حكاية التأريخ طويلة لا مجال لأن أرد الأمثلة فهي معروفة معروفة في كتب التأريخ وفي كتب السيار وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأيام آمنين من الزيغ آمنين من الضلالة آمنين من الجهالة آمنين من السخافة لأن كل ذلك يأتيكم من علماء السوء أما علماء العترة فإنكم ستكونون آمنين معهم فيما تأخذون عنهم من دين العترة لا فيما تأخذون عنهم شيئا من عند أنفسهم لا قيمة لهم ولا قيمة لأنفسهم وإنما الأمن والأمان فيما يأتينا من العترة الطاهرة فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا إنهم لا يريدون ما يأتي من دين العترة الطاهرة بالضبط مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى المفيد التي وصلت سنة أربعمية وعشرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم مالوا ذهبوا بعيدا مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة فهم ذهبوا إلى مسافات بعيدة تركوا ما كان عليه السلف الصالح وذهبوا إلى مسافات بعيدة فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا تركوا منهج السلف الصالح ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة أنتم ذهبتم بعيدا عن منهج السلف الصالح ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إنه مضمون هذه الآيات وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع عند الشيعة منذ أن أسس الطوسي المشؤوم مذهبه اللعين سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة والحال هو وهو إلى هذه الثانية فقالوا فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لكل صبار على مودتنا وعلى ما يلقى في سبيلها ولكل شكور لله سبحانه وتعالى على ولايتنا هذا هو تأويلهم لقرآنهم هذه حقائق القرآن الكتاب الكريم مشحون بالرموز والإشارات واللطائف والحقائق أدعيتهم كذلك زياراتهم كذلك رواياتهم كذلك ومن هنا فإنهم لا يعدون الفقيه فقيها حتى يكون عارفا بمعاريض كلامهم وهذه مصاديق من معاريض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما مر علينا في معنى التين والزيتون فمرة قالت الأحاديث من أن التين المدينة من أن التين المدينة إنه موقع جغرافي وبقية الرموز التي تحدثت الروايات عنها ومرة من أن التين رسول الله ومرة من أن التين هو الحسن المشتبى هناك ترابط هناك ترابط فيما بين العناوين بدلالتها الجغرافية وفيما بين العناوين بدلالتها على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار من أن الرموز هذه ترتبط برجعتهم الكبرى قبل أن أقرأ عليكم ماذا قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أضرب لكم مثالا مثالين لتقريب فكرة الرجعة الكبرى الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه أخرى المثال الأول بناية كبيرة تتألف من مئة طابق وكل طابق منها يجتمل على عشر مؤسسات كبيرة جدا إنها بناية كبيرة كبيرة جدا تتألف من مئة طابق وفي كل طابق منها عشر مؤسسات كبيرة كل مؤسسة يوجد فيها مسؤول له سلطة كاملة على تلك المؤسسة وكل طابق فيه عشر مؤسسات له مسؤول عن الطابق كله وكل عشرة طوابق لها مسؤول والبناية بكاملها لها مسؤول كل مسؤول من هؤلاء المسؤولين له ولاية كاملة في مجال ولايته وكل ولاية لمسؤول من هؤلاء المسؤولين ترتبط ترتبط بالولاية العامة للمسؤول الأعلى فكل مسؤول في مؤسسته هو حر التصرف بحسب البرنامج الصحيح في حدود مؤسسته وكل مسؤول عن طابق من الطوابق هو يمتلك الحرية في التصرف الصحيح بحسب ولايته وكل مسؤول عن عشرة طوابق له الحرية في التصرف الصحيح في كل ما هو داخل في ولايته وكل ذلك مرده إلى المسؤول الأعلى الذي هو مسؤول عن كل الطوابق وعن كل المؤسسات الرجعة الكبرى عالم كبير عالم كبير في كل جهة في كل ناحية هناك نبي هناك إمام إمامته فرعية هناك وصي هناك وهناك كل واحد من هؤلاء هو في جهة من هذه المملكة العظيمة جدا الهائلة جدا ومرد الجميع إلى الرأس الأعلى إذا كانت الرجعة في زمن الحسين فإن مرد الجميع إلى الحسين وإذا كانت الرجعة في زمن إمامنا الكاظم فإن الرجعة بكل تفاصيلها تعود إليه صلوات الله عليه مثال آخر جسم الإنسان جسم الإنسان يتألف من مجموعة أجهزة هناك جهاز التنفس الرئتان إلى بقية أعضاء جهاز التنفس كل عضو من أعضاء جهاز التنفس يتألف من أنسجة وهذه الأنسجة تتألف من خلايا كل خلية لها ولايتها الكاملة عن نفسها وكل مجموعة من الخلايا لها ولايتها الكاملة على تلك المجموعة فيما بينها وهكذا كل عضو من أعضاء جهاز التنفس له مسؤوليته وبعد ذلك هناك مركز لجهاز التنفس وهكذا الجهاز الهضمي إلى سائر الأجهزة الأخرى وهناك أجهزة مهيمنة كالجهاز العصبي كالجهاز الدموي وهناك القلب وهناك الدماغ ووراء كل ذلك الروح فإن الطاقة التي يشتغل بها الدماغ وإن الطاقة التي يشتغل بها القلب وهكذا يكون الحديث عن سائر الأجهزة والأعضاء الأخرى في جسم الإنسان مرد طاقة إلى الروح الروح هي الإمام الأكبر الروح صاحبة الولاية الكبرى في هذا الإنسان هذه الكلمة التي يرددها الحكماء ومنذ زمن بعيد من أن الإنسان كون صغير ومن أن الكون إنسان كبير هذه الكلمة دقيقة جدا مثلما هو معروف في أبيات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أتزعم أنك جرم صغير والخطاب هنا في جهة من جهاته يوجه للإنسان يوجه لي ولكم ولكنه في جهة أخرى يوجه إلى علي فإذا ما توجه إلى علي فإننا سنصبح ظلال حروف وأشباح حروف مهملة لا معنى لها في حواشي حواشي الكتاب المبين إذا كان فيها من معنى فهو لا قيمة له ولكن الكلام قد يوجه لنا من الحيثية التي نحن فيها أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر هذا الخطاب يمكن أن يوجه لي ولكم في حيثية من الحيثيات ولكنه في حيثيته الكبرى يوجه إلى أمير المؤمنين فهو الكتاب المبين نذهب إلى فاصل لا بد أن نعرف من أن العناوين التي تتحدث عن المواقع الجغرافية مثل ما مر الكلام في معنى التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين من أن العناوين هذه تتحدث عن المدينة وعن بيت المقدس وعن الكوفة وعن مكة هذه العناوين في زمان الرجعة الكبرى ستختلف اختلافا كبيرا قد تقولون كيف ذلك نحن نعيش الآن في زمان دولة إبليس في زمان جولة الباطل لا تتوفر الأسباب التي تستنزل البركات أتحدث عن البركات المفتوحة الدائمة وإنما تستنزل البركات بأسباب ضيقة محدودة في جولة الباطل ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة هوت في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة في قصة مجيء الملائكة إلى بيت إبراهيم وفي البشارة بأن إبراهيم سيرزق ولدا من زوجته سارة قالت يا ويلة أألدوا وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب فماذا قالت الملائكة لها في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت هذه بركة محدودة بحدود هذا العنوان وليست بركة مفتوحة للجميع وفي السورة نفسها نقرأ في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة في قصة نوح النبي بعد أن انتهى الطوفان قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم هذه بركات محدودة هناك عذاب أليم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم في جولة الباطل إذا ما نزلت البركات نزلت بنحو محدود الآية السادسة والتسعون بعد البسملة من سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات جاءت جاءت الكلمة منكرة ومنونة هذا يعني أن البركات تكون محدودة ما قالت الآية لفتحنا عليهم البركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لأننا في زمان جولة إبليس في زمان جولة الباطل وهذا الزمان يستمر إلى يوم الظهور ومن هنا فإنني حدثتكم عن صورة فائقة لمرحلة الظهور فهناك القيادة الفائقة وهناك البرنامج الفائق وهناك الطبيعة الفائقة وهناك الرجال والنساء الفائقون وهناك التقنيات الفائقة وهناك الحياة الفائقة وهناك منظومة العلاقات الفائقة كل هذه العناوين أسباب كي تتنزل البركات بنحو عميم واسع فإن أرض المدينة في زمان الرجعة الكبرى ما هي كأرض المدينة في زماننا وإن أرض مكة كذلك وإن أرض النجف كذلك وإن أرض كربلاء كذلك هناك تغير هائل سيتحقق في مرحلة الرجعة الكبرى البدايات ستكون في مرحلة الظهور الرواية هنا حينما تحدثت تحدثت بهذا المنظور أعود إلى رواية الكافي ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة المراد من الأرض المباركة هنا المكان الذي ستكون فيه مملكة الرجعة الكبرى في الكرة الأرضية في الأجرام السماوية في الملأ الأسفل في الملأ الأعلى هذه هي الأرض المباركة أرض مملكة الرجعة ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور حتى أن البيت المعمور الذي هو في السماء الرابعة يكون كأنه بينهم إنها الأسباب والوسائل والقوانين التي ستتغير في كل التكوينيات وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع إنه أعلى مكان يمكن أن تصل إليه مملكة الرجعة الكبرى ولكن تذكروا فإن مملكة الرجعة الكبرى ستكون زائلة بعد انتهاء أجلها المحدد بعد انتهاء عمرها المفتراط لأن البقاء هو لما سيكون في اليوم الثالث اليوم الأول لا خلود فيه يوم القائم اليوم الثاني يوم الرجعة لا خلود فيه ولذلك سينطوي هذا اليوم ولكن ولكن بعد مدة زمانية طويلة جدا اليوم الذي هو يوم الخلود ويوم القيامة الكبرى وفي الأحاديث والروايات عندنا فإن قسيم الجنة والنار علي وهو الذي يدخل أهل الجنان جنانهم ويغلق الأبواب عليهم وهو الذي يدخل أهل النيران نيرانهم ويغلق الأبواب عليهم وبعد ذلك يأتي القرار الأخير فينادي علي يا أهل الجنان خلود 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 ويا أهل النيران خلود خلود إنه يوم الحسرة والندامة على أهل النيران لأنهم قبل هذا القرار وقبل هذا النداء كانوا يتخيلون ربما ستنتهي مدتهم في النار يتأملون بشيء ولكن بعد أن يصدر القرار من قسيم الجنة والنار يا أهل الجنان خلود خلود ويا أهل النيران خلود خلود إنها الحسرة الطويلة والندامة الطويلة التي لا نفع فيها ولا فائدة فيها هنا يتجلى معنى يوم الحسرة والندامة في أجل صوره ويتجلى أيضا يوم الفرح والراحة والسرور عند أهل الجنان لقد انتهى كل شيء وولى مما كان في سابق الأيام وبدأت مرحلة الخلود في اليوم الثالث من أيام الله سبحانه وتعالى ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع فالحسين في مرحلة رجعته هو سيدها هو سيد الرجعة كربلاء شيء آخر والنجف شيء آخر ومكة شيء آخر وهكذا إن الأرض كلها شيء آخر لماذا؟ لأن البركات تتنزل بكل مراتبها ولأن الغيبة يتمازج مع عالم الشهادة فإن الحياة ستكون بطعم آخر وبلون آخر إنها أرض مباركة فالبركات نازلة نازلة صاعدة والخير نازل صاعد وإذا ما صعد الخير من الأرض نزل خير يكون أكثر من السماء وهكذا وهكذا سنن البركة وسنن الرحمة وسنن الخير إنه عالم يختلف بكل معانيه وبكل جهاته عن عالم نعيشه اليوم هناك ملكوت الرجعة هناك الرجعة وهناك ملكوت الرجعة في ملكوت الرجعة محمد صلى الله عليه وآله وما بين ملكوت الرجعة والرجعة نفسها فإن عليا هو الذي يقول ولست أنا أنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول من الطبعة نفسها في صفحة الثانية والعشرين بعد المائتين إنه الحديث الثالث من الباب الذي عنوانه أن الأئمة هم أركان الأرض أمير المؤمنين يقول ولقد أعطيت الست علم المناية والبلاية والوصايا وفصل الخطاب وإني لصاحب الكرات ما هي بكرة واحدة لأن علي سيكون موجودا في كل الكرات لا يكون ظاهرا للجميع إنه في جهة من الجهات العميقة لمملكة الرجعة هو صاحب الكرات وإني لصاحب الكرات ودولة الدول يمكننا أن نقرأها وإني لصاحب الكرات ودولة الدول من أنني أنا صاحب دولة الدول فدولة علي قبل دولة محمد إنها مقدمة لدولة محمد العظمى دولة محمد العظمى في الرجعة الكبرى تستمر خمسين ألف سنة ودولة علي في الرجعة الكبرى تستمر أربعة وأربعين ألف سنة الروايات هي التي حدثتنا عن ذلك دولة محمد هي جنة الدنيا ودولة علي هي دولة الدول فدولته دولة الدول وعلي هو دولة الدول وَلَقَدْ أَعْطِيتُ الْكَرَّاتِ وَدَوْلَةُ الدُّوَلْ فَأَنَا عَلِيٌ أَنَا دَوْلَةُ الدُّوَلْ هو دولة الدول الدول مراحل الكرات والرجعات لكل الأئمة إلا أن علي يكون موجودا في كل هذه الكرات فهو دولتها هذه الدول هذه المراحل من الرجعة الكبرى الذي يداولها علي هو دولة الدول فهذا العنوان ينطبق عليه وينطبق على دولته التي هي دولة الدول أمير المؤمنين مثل ما يحدثنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في خطبة من خطبه أنني أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة مما يقوله أمير المؤمنين فيا عجباه فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك يا داعي الله إنها الرجعة الصغرة ومر الكلام في هذا قد انطلقوا بسكك الكوفة قد شهروا سيوفهم الويل للكوفة كل الأحاديث عن النجف وكربلة الويل للعراق فيا عجباه فيا عجباه وكيف لا أعجب من أموات يبعثهم الله أحياء يلبون زمرة زمرة بالتلبية لبيك لبيك يا داعي الله قد انطلقوا بسكك الكوفة قد شهروا سيوفهم على عواتقهم ليضربون بها هذه لا متوكيت ليضربون بها هام الكفر وجبابرتهم وأتباعهم من جبابرة الأولين والآخرين حتى ينجز الله ما وعدهم في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذه الآية في مرحلة الظهور هكذا فسروها لنا في أحاديثهم الكلام هنا عن الرجعة الصغرى ولكن الإمام بعد ذلك يعطف الحديث ليوجهه باتجاه الرجعة الكبرى فيقول وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة فهو دولة الدول هو هو دولة الدول مثلما دولته دولة الدول التي تستمر أربعة وأربعين ألف سنة قبل الدولة المحمدية العظمى هو هو بذاته دولة الدول فكل الكرات والرجعات علي موجود في حقائقها سالك في طرائقها وإن لي الكرة بعد الكرة والرجعة بعد الرجعة وأنا صاحب الرجعات والكرات وصاحب الصولات والنقمات والدولات العجيبات إلى آخر ما قاله سيد الأوصياء فسيد الأوصياء موجود في كرة الحسين لكن الذي يظهر في الحرم الآمن الرواية التي قرأتها عليكم من أن الله سيسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن الحرم الآمن الجهة التي يكون فيها سيد الرجعة إنها عاصمة مملكة الرجعة وأرض فيها الإمام هي إمام الأراضيين هذه قاعدة من قواعد ثقافة العترة الطاهرة وأرض فيها الإمام هم الذين يقولون إمام الأرضيين هذا هو الحرم الآمن إنها عاصمة الرجعة أنا كانت أكانت في الملأ الأعلى أم كانت في الملأ الأسفل حيثما يكون سيد الرجعة في طرائقها وحقائقها وفي أفنيتها هناك علي هناك دولة الدول إنه صاحب الكرات وصاحب الرجعات فيما بين هذا وهذا فهناك المهديون الإثنى عشر وهناك الأنبياء أعداد الأنبياء أعداد هائلة مع أوصيائهم أعداد الأنبياء أعداد هائلة وكل نبي له أوصياء وكل وصي له خواص هؤلاء كلهم سيكونون في الرجعة الكبرى الرجعة الرجعة أن أقرب أن أقرب لكم الفكرة عن الرجعة الكبرى فيما يخص وجود الحسين صلوات الله وسلامه عليه ووجود المهديين الأثنى عشر والكلام ينجر على بقية الأنبياء والأوصياء وأتباعهم المخلصين بهذا ينتهي كلامنا في فانوراما الظهور المهدوي من الحلقة الأولى وإلى هذه الحلقة وهي الحلقة الرابعة والخمسون وضعت بين أيديكم فانوراما بكل التفاصيل أنني ما صنعت شيئا جمعت أجزاءها نسقتها نظمتها كل شيء أخذته من قرآنهم المفسري بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن نبدأ منهم وننتهي إليهم وإلا فإن الضلال هو الذي سيحوطنا لقد حاولت وسأبقى أحاول ألا أخرجكم أخاطب الذين يتابعون برامجي حاولت وسأبقى أحاول ألا أخرجكم من سياجي ثقافتي الكتاب والعترة بقدر ما أستطيع لا أعطي ضمانا مطلقا لكنني أعطي ضمانا من أنني سأحاول بقدر ما أستطيع ترجمة نانسي قنقر